عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سلام بكم. متابعيني الكرام اليوم ان شاء الله معنا فيديو جديد. معنا بعض المشتريات اللي اشتريتها من موقع عيساتكم. آآ كنت المشتريات ده حوالي تلات تلاف جنيه. لعنكميتها كلها حوالي تلات تلاف او تلات تلاف ومائتين وخمسين. شحنة حوالي تسعين جنيه. على موقع ارميكس. الموقع طبعا هنشتريته من موقع عيساتكم. شحن شحن اولاين. انا باتهم لها اولاين. هنبدأ كده نشوف مع حضراتكم ايه اللي احنا اشتراناها وبنشوفوا مع حضراتكم كده بحيس الناس حابت تشتير او تعرف اللي موجود في الموقع اتعرفوا طبعا ده مش اعلان دي مشترات انا اشتريها لي اهو وبشوفها مع حضراتكم او هتشوفها كلها قطعة غيار يعني مش عدد ولا حال فنبدأ كده اول شي ان شاء الله بعد ما فتحنا الكارتونة كده قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ الفيديو صلى الله عليه ده سيدنا محمد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى عليه وسلم ده حضراتكم ده دابل فيس بنشتريه اربعه طبعا عندي لكن بيشتري بزيادة اللي تعرفين الاسعار كل شوية بتختلف الاسعار بترفع الدولار والفايدة اللي بيرفحها البنك امريكي الفدرال الدولي ده بيتسبب فيه اسعار تفاع الاسعار عندنا زي ما شفت حضراتكم كده فلي بتشتري دلوقتي افضل منك انت بتشتريه بعدين لانه كل الاسعار كل شوية بتزيد طبعا هنقول لكم على الاسعار برضو دي الواحدة فيه ما عاملة اربعين جنيه تشتريها منبرر بعض المحلات بخمسة واربعين دي عاملة اربعين جنيه على السعر اللي احنا فيه حاليا دلوقتي سبعة خمسة الفين اتنين وعشرين عندي ده لازق قماش او لازق طبعا هو ليه اسم بس انا مش عارفه يعني لكن الاسم اللي بقولوله الشكل اللازق او ده لازق قماش زي اللي بقى موجود عندك في الشاشات بالشكل ده كده طبعا اللفة دي سعرها حوالي سبتين جين او تمانية وخمسين جيني اني جي بعد كده شوف ده ما ديول باور ده هو سي تسعمائة واحد موجود معي ده سي تسعمائة واحد ده سعره تقريبا خمسة وعارشين جينيه ده هنا معي ملتوميتر جزوية طبعا تلات ساعات طبعا الملتوميتر ده انا كان عندي اشتريت منه كزا حتة فاول واحد اشتريته كان تلف اه حصل فيه مشكلة ما اصلحش لكن اتعودت على شغله كويس جدا وسعره في المعقول تقريبا يعني وزعت سعره كان خمسة ومية جنيه او اربعمائة وخمسين حاليا انا مشتري من الموقع ده بخمسمائة وخمسين موجود في موقع تاني عامل اربعمائة وخمسين فانا حاليا اشتريت على خمسمائة وخمسين عشان مشتريوش من موقع التاني وهيجيل عليه شحنة مية جنيه يبقى هيجيل خمسمائة وخمسين برضو فاشتريت قلت مش مشكلة اشتري من نفس الموقع يجي مع الشحن وخلاص ده سعره عامل خمسمائة وخمسين جنيه اللي هو الزوية تلاتة ساعات طبعا الشيئة الملتوميتر بدا لان انا كنت نشاري اليون دي فيه معي هنا اهو وحضركم كنت عامله فيديو اه لكن ده افضل من اليون دي مش مشكلة السعر او اممكن انكم ما بتوالش كتير او امر وصير او في بعض المشاكل لكن الجهاز كويس بصراحة وخدام وضقيق شوية في القياس من ملتوميتر معي بيجي زي ما هو كده زي ما انتم شايفين خضراتكم ولا ده مجسات الحرارة ده ركت الحرارة دي المجسات العادية بتاعتنا معي بطاريتين وهنا معي ده الشحن بداع البطاريات المفروض الجهاز ده بيجي وراه بطارية تاني بطاريتين تاني لكن مش موجود معا مش عارف بس داخلي ما فيش حاجة الجهاز مش شغال اهو فالمفروض بيجي معي هنا بتبقى فيه بطارية تاني تبقى موجودة معايا مع الطعم ده لكن مفيش هنا البطاريات التانية واجالي كده جالي ينقص بطارية المفروض بيجي بطاريات رك بفيه وبطارية معا هنا ده مفيش ده شحن البطاريات طبعا البطاريات دي بتطلب بسرعة بتحتاج انك بتتشتري بعد كده ومشكلته في البطاريات انما هو الجهاز كويس ده الجهاز اللي احنا شتريناها التاني تشترينا ما فيش حاجة تاني ايجي بعد كده دي هنا فتحات طبعا في سعر الجهاز احنا لنالكم عليكم سموة خمسين دي فتحات نستخدمها في في الشاشات طبعا انتش شايفين كده بالشكل ده كده استخدمها تسهل معاك للفتح طبعا كنتش عايز كل كميري لكن انا طلبت الطلب جا معايا زيادة جا معايا خطأ في الطلب ده المطلب واحدة طلبت اربعة مش مشكلة مش هخسره واحدة سعرها عاملة اربعين جنيه يعني في حدود اتنين دولار ونص واحدة من ده عاملة سعرها اربعين جنيه هنا دي مجسات افو متر اللي هسن عبرة والسن رفيع طبعا المجسات دي كويسة حلوة اه نشغل بها على طول دي سعرها حوالي عشرين جنيه الواحد طبعا ده طعم الفتحات يوم الباقيين انا كنت عايز واحد شايفين جو تلاتة كده بالغلط ده ما ديقول ما بعد كده هنا اخر حاجة معايا دي مجموعة مكسفات وده طعم لدات الشاشات ده طعم الجاك اللي هوش انا بالجول عليه تقريبا الطعم ده عامل خمسة وتلاتين جنيه يعني حوالي اتنين دولار المسطرة ده دي مسطرة ستة فولت ستة لد عاملة حوالي اتنين دولار خمسة وتلاتين جنيه الاسعار حاليا بتاريخ سبعة خمسة الفين اتنين وعشرين الاسعار طبعا بتختلف عشان كده احنا بنلوكم التاريخ دي مسطرة ستة لد تلاتة فولت شيبة دي طبعا من مساطر ستة لد ستة فولت طبعا دول حوالي خمسين مسطرة او ازيد انا شايف انه نروح ادراككم دي طبعا عشان الاسعار بتاعي لو عندنا المسطرة اللي زي كده ستة لد ستة فولت سعرها وصل خمسين جنيه عندنا البلن السوف فطبعا دي خمسة تلاتين جنيفر اما اشتري خمسين مسطرة او ستين مسطرة كل مرة هتفرق معي مبلغ حوالي تلتموت جنيه او شيء دي ما انت شايفين حبروكم دي المساطر دي طبعا فيه مساطر هنا عشرة لد عشرة فولت اللي معادي دي عشرة لد تلاتة فولت المسطرة يعني لد تلاتة فولت المسطرة عشرة لد تلاتة فولت لد الواحد يجي بعد كده مجموعة المكسفات طبعا مش عند المكسفات لكن بجيب يعني كل مرة كده بجيب شوية معايا كميات ما بجيبش كتير لان انا عندي كده كده حاجات اصلية موجودة من زمان فبجيب يعني ايه حاجات بسيطة اللي هي استهلاكها كتير معايا دي مجموعة مكسفات ممكن نشوف قيامها برضو مع حضراتكم ده خمسة وعشرين على الف سعر تقريبا اتنين جنيه او حاجة خمسة وعشرين على الف دي هنا خمسة وعشرين على الف دي هنا ستتشار على الف ده ما هي ده ستتشار على الف سعر برضو فهدو تجيناه نفسة او شيء ستتشار على الف دي مكسفات كتناس عندي جبتها وكل كتع الغالي شفتوا حضراتكم دي ده كل الشرينة حبيت اشاركم مع حضراتكم كيس ناس تعرف الاسعار الناس تحب تشتري الموقع اسمه ايسهاتكم لو دخلت على جوجل وكتبت ايسهاتكم هتخش على الموقع والتشتير وبعد كده بتعمل طلب شحني باعتولك لحد عندك والدفع عند الاستلام واده مش علال للموقع لكن انا بعرف حضراتكم انا اشتريت من ايه وان شاء الله بذل الله ايهات الفيديو كنا لاعجابكم ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصلاة والسلام على النبي الهدى سيدنا محمد والله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم اي حد عنده تعليق والاستفسار اتركوا قصة الفيديو جاريت ما تبقلش علينا بلايك وشاركة الفيديو وتعليق طيب من حضراتكم كده واللي هنا يكون تقال فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة